هاللويا ارفع كتابك المقدس اقول معي هذا هو كتاب المقدس انا اؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي لا يوجد فيها تشويش انا جاهز كي استقبل كلمة الايمان التي تزرع فيها فتعطي سمار ثلاثين ستين ومئة سوف اتغير بنعمة يسوع سوف اتغير احقق كل مقاصد الله في حياتي اشكرك رب لاجل مراحمك اشكرك رب لاجل عملك اشكرك رب لاجل قوة حضورك اليوم التي تشفي تحرر وتخلص اشكرك رب لاجل روحك القدوس ليهيمن كليا على هذا المكان سيدي انت هو الله ونحن شعبك وغنم مرعاك لا يوجد اله سوى رب في السماء وعلى الارض وتنحني لك كل ركبة ويعترف بك كل لسان انت ترتفع وحدك في وسطنا سيدي انت هو الهنا جميعا وننحني امامك جميعا سيدي اشكرك رب اليوم لانه كل خبايا قلوبنا تنكشف اكشف عن كل ما في دخلنا سيدي من امور لا ترضيك من امور غير جيدة او عراقيل تقف امام كلمتك يا قدوس اليوم بحياتنا مجدا لك يا رب اليوم من كل واحدك حط يدك على قلبك قال له سيدي اليوم اعطني قلبا جديدا اخلق فيي قلبا جديدا روح جديد جدد في داخلي رد لي اليوم فرح الخلاص سيدي وارسل روحك اليوم فينعشني مبارك اسمك صلي رب لا احد يخرج كما دخل لكن يخرج مشفي محرر ومخلص وصلي سيدي اليوم بانك انت وحدك تزيد كل واحد فينا ينقص انت ترتفع ونحن جميعا نخفض كل شعب الله يقول امين سمى امين سمى امين تفضلوا 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 روح معي الى رسالة روما ومن جديد بدي شجعك تتذكر معي بانو ما زلنا نتحدث عن النعمة اللي هي قوة الله من اجل ان تجعلنا نصنع ما هو حق في عيناي الرب قوة الله لتجعلنا نصنع ما هو حق في عيناي الرب ومشن هيك يا احبة من اجل انو انا وانت ندرك ما هو حق علينا انو نعرف شو كلمة الله كلمة الله هي فكرة الله والصراع اللي بحيات كل واحد فينا بديك تعرف بانه ليس صراع ابليسي بين هللين انما لانه هاي دي الحروب الخارجية المتعرض لألا بعض الاصص لان احنا مش متل ما بقولوا مش مش مسؤولين عن الاصص كل اياتها بتصير من العوامل الخارجية لكن معظم الفخاخ اللي انا وياكم نسقط فيها هي بسبب اعمال الجسد هي بسبب اعمال الجسد ومشن هيك الشيطان يدرك جيدا بانه بيلعبنا اذا بدك لعبة الارواح الشريرة هي اللي تطلق على الناس ومن اجل انو تخلي الناس دائما مقيدة تخلي الناس دائما تحت سيطرة عالم الظلمي وما ما تقدر تحقق ولا شي من اجل تقدم الملكو طيب ايلا تهيك واني ايلا تهيك بدي اشرح لك شوي جاهزين معي؟ حدا بدو يفهم شي اليوم؟ نعم اذا هون قل هاللويا اذا انت هون شفلي اللي حد اكون هون ولا بصحن كنافة او بالفروجة هالذل هي واعي اللي اجل الاطوكار يالله اوم هلأ سيقبت انتو بلشت المدارس وبلشنا اطوكار وواعي بكير كيف المدرسة تمام اووو شركة تلاقي تلميز فيتو بحالة يأس احباط وكئابة بلش ياخدو كلا ييتم بلشوا يتعاطوا شوف شكل الولاد شكل الولاد كيف صار سبحان الله هالمدارس شو بتعمل بالناس سبحان الله بدي اشكر الله طبعا على المدارس لكن انا وانتا حبين انو نفوت فتا على المدارس انا وانتا حبين خلق خرس ونكون مع بعض عم نحكي بعض الاساس دخلي بالعالم الروحي ولمما بدي احكي هدول الاساس الروحيات رح حاول قدمة فيه بسطة لانه الموضوع شوي بده تركز معي بقى نجي انا وانت نفكر فيها مضبوط العالم الروحي هو كينية عن مملكة الله انا حاول خبرك قصة شوي بسيطة بس بديك تركز معي العالم الروحي كينية عن مملكة الله وهذه المملكة صار فيها أزمة او ما بدهو صار فيها أزمة الله قد بالبداية لما بدي حكي لهوت هل عم بيحكي لهوت انيح لهوت شو يعني لهوت لما قالت الله لستة بجدرس لهوت قلت لي بك تدرس يهود يا تيتة تقول له لهوت 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 معناتها علم الله قول معي لهوت يعني علم الله عمل الله بالإنجليز يقول theology يعني علم theo يعني الله theology علم الله لما أنا عم بدرس علم الله أو فكر اللي عندي مقارنة بالأبعاد الروحية عم بحكي كلام كبير بقى ركزوا معي بدرك جيدا بأن الإنسان معمول معي بركزين خليكم ركزين بليز الإنسان معمول بشكل أنه يدرك الأبعاد الروحية معي واحدة من برهان اسمعني كثير منيح لأن الناس الفلسفة بالعالم اللي هي الفلسفة شيء جميل على فكرة هي فلسفة محاولة أن تضع بكلمات الأمور الغير قابلة للفهم هذا علم الفلسفة منيح بس إذا أنا بدي أعد فسر لك شوي صغيرة واحدة من براهين وجود العالم الروحي هو إدراكي لوجود العالم الروحي معي يعني بمعنى من المعاني ما في أي إنسان حتى بما فيه الملحد إلا ما يدرك ضمنا في داخله بأنه ما بتخلص لما بتخلص أمسمعني ما في أي واحد مننا بيفتكر أنه شجرة قال له أحدك أنت مش شجرة ولا حصان حتى لما أقول الوحيد قال له أنت مش شجرة ولا حصان ولا تور ولا جحش ولا بقرة قال له أنت مش هيك قال له أنت إنسان لا هلأ عادة ما تعرف الله قد خلق الخليقة كل إيتها وأعطاني أن أتسلط على الخليقة أنا كآدم عم نحكي كبشر معي؟ وبتسلط بس ركزوا معي لأنا عم حاول وصلك لمحل مش عم خبرك بس تزيد معلوماتك بس عم حاول إليك شو القصة كل إيتها لأنه نهار اللي أنا وياك منفهم هيدا القصة مظبوط رح نعرف كل مرة أنا بالحقيقة عم بعمل عكس هيدا القصة بالحقيقة أنا عم بمنع تقدم ملكوت الله بشكل من الأشكال لأنه الموضوع بيتوقف عليك بيتوقف على أعمال الجسد وهيدا اللي أنا وياك اليوم بدنا أنه نكون عم نحكي فيه بالعمل نيح؟ وإذا الله خلق كل الخليقة ووضع كل المخلوقات على هذه الخليقة وضعها بأنه عندها هذه المخلوقات على فكرة قد ما هي بتتحاول يعني الناس بقول لك واو لك هذا الكلب بيفهم علي هذا البسينة لك شو مهضومة بتاعة بتجي تتدرب لكن هيدول بيشتغلوا هيد الخليقة كل إيتها بتشتغل بالغريزة ما بتشتغل يعني خيقول بالأرواح لأنه فيها الحياة اللي فيها هذه الخليقة بشكل من الأشكال هي حياة معطاة لخدمة البشر ومشان هيك محللة لكل البشر بشكل من الأشكال الراب لما خلق خليقة قالك أنت سمي الحيوانات أنت قوم حتى لبطرس لما نزلوا كل الدواب على شرشف قدام وليك شو قالوا قم اذبح وكل وتعرف بمعنى أنت كل شيء فيك بالحقيقة تتبح وتأكل بشكل من الأشكال و الناس تتفكر كل شيء يتحرك يتأكل الآن في الصين فهموا كثير مني هذا الخبر في الصين كل شيء يأكلوا كل شيء يتحرك بالأرض يأكلوا مع هذا السيارة والطيار والبسكلات لكن كل شيء يتحرك يأكلوا كل شيء كل شيء لا تصدق ما تفكر أنه يقلي لك نمل يطفي لك سراصير بحامض وملح مثلا بحامض وزيت يطفي لك يقلي لك مع كذبرة سراصير وكذبرة كيف نوع وكل شيء فكروا فيها ما يخطر على بالك ممكن أنه يأكلوا إنما الفكر بالنسبة لألي ليس ما يدخل الإنسان ينجس الإنسان إنما ما يخرج بين الإنسان هو الذي ينجس الإنسان وإشاء الله قال المشروع طبعا الله هو أن يتقدم بالملكوت ومشان هيك ملكوت الله كنية عن خليقة هلا نحنا قبل آدم ما نعرف شو كان فيه بالحقيقة فينا نكون عندنا تخيلات وتصورات وفيه بعلم اللهوت بيقولك أنه لا ربما وأنا ميل لهذا الفكر أنه مش رحفوت فيها إلا لما بخلص لربما كان فيه خليقة قبل آدم وأنا بعتقد أنه هيك إنما هذه الخليقة شو ما كانت تكون انتهت بوجود آدم وأجه بقولك تم أدس بلش الخليقة بأنه الله يجدد وجه الأرض لاحظ الله ما خلق الأرض بتكوين الله جدد وجه الأرض بتكوين بمعنى الأرض كانت موجودة أصلا معي؟ وبتلاقي هايدي الألاف السنين اللي قطعت أو ملايين السنين اللي قطعت على الأرض أنا ما بعرف شو كان عم بصير بس لربما كان فيه قصص تانية موجودة على الأرض وانتهت الخليقة الأداء القبل ودخلنا إلى عصر الله عم بقول الله يريد أن يوسع مملكته معي؟ وإذا الله يريد أن يوسع مملكته قرر 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 قر كان هناك أغوى لأبليس، وهو أغوى حاله. هل تفهمني؟ هل تفهمني؟ هل تفهمني؟ هل تفهمني؟ لأنه عاينه مجد الله بكل ملئه وماته، لا يوجد شيء آخر يمكن أن يفرجيه، الله يجعله. هل تفهمني؟ لا يوجد شيء أعظم من أنه كان بمحضر الرب وتمرد، ما يمكن أن يصبح أكثر من ذلك؟ هل تسمعني؟ وعلى هذا الأساس، الملائكة السقطت مع الشيطان، كان الهدف طبعاً هي أنه صناعة حملة ضد الله بشكل الأشكال، إنما كان فكرة الله أنه طيب، هل أنا بخلق صنف جديد الذي يشبهني، وحتى أن يكون يشبهني، يجب أن يكون خالق مثلي، وحتى أن يكون يشبهني، يجب أن يكون عنده فكر، عنده إحساس، عنده إرادة، يشبهني بكلمة الكلمة، عنده قرار، هو يأخذه، هو حر، عنده حرية، أم سمعني؟ ونهار اللي الله قد أرر هيدا الأرار، بحد زيته هيدا الأرار خطير، أحد عم سمع لي اليوم؟ لأنه الهدف تذكر بأنه أن أوسع المملكة، سمعني، الله مش عايز آدم، ما نسمعوني، بس فكر فيها شوية صغيرة، ليش نحنا نعتقد، المؤمنين المسيحيين، ليش نحنا نعتقد بأن الله سلوس، لأن الله محبة، واحدة من الأساس، طبعاً، كل اللي حكى عنه في الكتاب المقدس، عن طبع الله، وشخص الله، وكل الإظهارات اللي زهرت في الكتاب المقدس، عن من هو الله، بكل الكتاب المقدس، يظهر بأنه بالحقيقة الكتاب المقدس يعلم بأنه الله مثلس الأقنيم، هو ثلاث أشخاص، معي؟ دائماً في الكتاب المقدس، يعني فيه أيات كثيرة، ما عم نحكي أي أو اثنين أو ثلاثة، على سبيل المثال للحصر طبعاً في كثير ايات إنما واحد من الايات اللي بتحكي طبعاً عن الثلوسي واحدة بمزمول 110 اللي بقول قال الرب ولي ربي اجلس عن يميني حتى اجعل أعدائك موطق القدمة قال الرب ولي ربي أو الاي اللي بتقول عرشك يا الله طبعاً مزمول خمسة قرمين عرشك يا الله عالم وصولجان ملكك عظيم على أحبابت البر أبغطت الاثم لذلك مسحك الله العرش الله ومسحك الله الله مسح الله وبتعرف لما أنا بفكر بالثلوس الأقدس عم فكر بأنه مستحيل فكر شوية معي الله يكون محبة وهو شخص واحد لأنه الفكر تبع المحبة بالشرح تبع المحبة لما الله علمني شو هي المحبة بكورنتوس 13 علمني بأنه المحبة محتاجة ل لا تبرهن المحبة من دون ما يكون فيه شو بقوله بالعربي طرف تقدر تبرهن هذه المحبة ما فيك تكون محبة بتلقاء زيتك ما بتقدري أنا محبة رح تكون كتير محبة أنت وعيش لحالك هذا ما تسمى عليه اليوم رح تكون كتير محبة أنت وعيش لحالك النهار اللي بيكون فيه حدا معك رح بيبين قديش أنت محبة رح تصير حبة تحت لسان هذا ما تسمى عليه اليوم ومشن هيك لما نحنا عم نقول بأنه الله محبة مجرد ما أنت قلت الله محبة لغيت فكرة بأنه الله شخص واحد ما بقى فيك تقول هيك والله لا يستطيع أن يبرهن محبته للملائكة لأنه الملائكة بالحقيقة كانت بيسميها الكتاب المقدس قال هي خلقت للخبمة بتعرف إذا أنت عندك أو محبته للخليقة بشكل من الأشكال اللهم حبة إذن الله أكتر من شخص هذا ما تسمى عليه اليوم وعندما نقول شخص نحن نقول أقنوم لما نقول أقنوم يعني نحن نقول شخص ومشن هيك السلوس يبرهن طبع الله قاله هيك لحدك قاله السلوس يبرهن طبع الله لأنه أنت ما فيك تقول عن حالك أنك أنت محبة وأنت ما عندك حدا تحبه ما عندك حدا تبرهن هذا الحب هذا ما تسمى عليه اليوم إذن بطبع الله إذا الله خلق آدم وإجه قال صار آدم كواحد مننا وامشان ايك لما بتجي بتقول صار كواحد مننا قال هو مش مثل الملائكة لأنه بتعرف لما بتقرب الأشخاص مثلا بيقول لك أنه الله هو شخص واحد بيقول لك بأنه آه هذا هون pregunta قال الله صار واحد مننا يعني مثل الملائكة آدم مش مثل الملائكة الله مش مثل الملائكة إذن الله ما في أوصر واحد مننا إن إحنا وأنا والملائكة لهو عم بيحكي عن مين قال ونظر الله وراء أنا آدم صارك واحد مننا مين مننا يعني مين شبكم لأي ما عم تردو خيف فينين أه السلوس طيب لأنه السلوس إذن الله عنده في كل الكتاب المقدس إظهارات عديدة صح؟ يعني الله حكي لموسى من خلال الشجرة الله حكي لبالعام من خلال الأحمار الله بسمي حاله في العهد القديم وحيد القرن ينطح الشعوب الرهو قدس بسمي حاله أيضا زهر للأنبياء كرئيس ملائكة لدنيال زهر كرئيس ملائكة عن سمعني الله يظهر كثلاث أشخاص لموسى إذن الله عنده عدة إظهارات الله هو كريح الله بيقول عنه كالنار الله ظهر كحمامة عنده عدة إظهارات إذن إظهارات الله الله حر أنه يعبر عن ذاته بأي طريقة اللي كانت لكن هذه الإظهارات لا تعبر عن شخص طبعه وإلا كان يسوع قال للناس للتلاميذ عمدوهم باسم الشجرة والوحيد القرن والإحمار والنار لأنه هيدول كل إيتهم أنا لا هيدول مش أنا أنا مين الآب والإبن وروح القدس ألو إذن لما أنا عم بحكي عن شخص الله بس بديك تركز معي لأنه إخدك على الجسد بس بديك تشوف معي هذه الصورة إذن الله عم بيقول أنا صناعة آدم وصارك واحد منه يعني الغية من صناعة آدم هو الامتداد تبع الملكوت برح أقول لك شيء هلأ شوشك بس ركز معي لك شو قال بالعهد القديم قال الله نظر للناس بالحقيقة وقال عنهم كل إيتهم آلها آه هلأ أنت يعني إليه ناس ماني أنت مش الله أنت على صورة الله ما تسمعوني طلب الحدك يكيله أنت مش الله أكيد قال له مش مصدقني تطلع بالمرأة رح تعرف أنك أنت مش الله ما هيك لكن أنت على صورة الله خلق هلأ سمعوني طيب شو عم حاول إليك رح حاول إليك بنيه زكر زكر ما عشد إليك إذ آدم سقط لحي شو قال كتام أدس قال كانت الحية أمكر الحيوانات بقول كتام أدس وكانت قال على وجه الأرض وكانت عم تغوي حوة بأنه تأكل من سمرة معرفة الخير والشر مش هيك وبقول كتاب المقدس النهار اللي أهوتها لحوة قال فجأة صار صار إبليس بدل ما كان هو حي صار شو قال إليه هذا العالم هو إبليس قل مع إليه هذا العالم هو إبليس مين قال هالكلمات مين قال إليه هذا العالم هو إبليس يسوع قال إليه هذا العالم هو إبليس يسوع ما أنا يسوع لما يسوع قال هالكلمات إبليس منين جيب هذه الصفة طيب لحظة إذا أنا وإياك اليوم أنا نتطلع شوية أكتر بعد على بعد أكتر من هيك رح نتطلع منقول بأنه بالحقيقة سقط إبليس من السموات وصار على الأرض يسوع هيك قال صار بالسمويات هل هو بعد ما صار على الأرض بعد ما صار ساكن يعني كجسد على الأرض لأنه نهار اللي رح بصير على الأرض رح يصير ما يقدر يكون بس روح رح يضطر ياخد جسم أمس ماني ومشان هيك هذي بنهاية الأزمة رح تصير إنما هلا هو قال الإله الهواء سلطان الهواء مين هو إبليس وبالحقيقة لما سقط بقول إذا بتقرأ معي لما صار في صراع بين رئيس الملائك ميخايل وإبليس بالسمويات لما دانيال كان عم بيصلي قال أخذوا 21 يوم لقدر نزل واخترأ لعن دانيال رئيس الملائك 21 يوم دانيال شعب يعمل عم بيصوم وعم بيصلي ومشان هيك اليوم أنا بدي أقول لك صلواتك وصومك بالحقيقة تقوي الملائكة لا تسمعوني لأن كل مرة أنت تقصف من تحت في جبه من فوق يعني تحاصره للشيطان معي؟ لأن الله من فوق يدعمك بس بده دعم من تحت كمان أبما يكون في أصف جوي لازم يكون في جنود على الأرض تحارب لا أعلم إذا لم تسمع لديه اليوم أو لا تفهم أحد فهم شيء؟ لحد يتلق حسنا ركزوا بعد أكثر معي صغيرة إذا تلاحظ معي بأنه لما صارت هذه القصة يقول الكتاب المقدس قل استقابل ميخايل مع لوسيفر بهاديك الوقت أو مع عزرائيل بواحدة من الاثنين لاثنينة قل مع بعض يقول بسفر إذا أقول وكتفى بأنه يقول له لي أنتهرك الرب قال حتى ما قدر أنه يقول له أي كلام مهين أو أي كلام شيء تاني لماذا؟ بصفته لوسيفر رئيس ملائكة لا تسمعوني يا أحب لا تسمعني إذا ديما إذا أنا وإنتا اليوم نتطلع بأنه كان في الله وكان في آدم ركزوا معي شوية الله آدم الملائكة اللي هي أرواح خادمة لكن النهار اللي النهار اللي آدم قد سقط أعطى لماذا كانوا لأبليس وذلك كان عنده سلطة إنما هلأ طالما هو صار رئيس هذا العالم أو إله هذا العالم مين كان أصلا إذن رئيس هذا العالم أو إله هذا العالم مين طيب لما كان آدم هو المتسلط وعطى كل شي لأبليس كيف أصلا عطى كل شي لأبليس هالأبليس إذن لأسلحة قال له فاعدك ولي تين اللي معا هددوا بشو بالحقيقة بالغوية بالأهواء والشهوات بأنه اشتغل على طبيعة الإنسان الشيين على الكبريا على حب الحشرية اشتغل على الاستفزاز على الحب لأنا أنا اللي بقرر اشتغل على هيدول كل ايات والشيطان من أجل أن يسرق أهم عنصر بسبب وجود آدم على الأرض لو أن يملك على هذا العالم ما هذا نسمع لي بطيخة فيمت خايفة مزبوط عم بيحكي أنا صح حدا فهم شي طيب رائع يرجع عيد لأنه ونفهمت شي بعد عيد نحسسكم عم طالب فيه أمين رحل لك شو نجديد الله خلق آدم وكسر القلب الله خلق آدم وكسر القلب ني شو قال له لآدم انت شو شغلتك يا آدم أنا اللي عم بخلقك عم بخلقك حتى لي اجعل الملكوت شو يعني ملكوت يعني مملكته طيب إذن مملكته من خلال الأرض تبدأ لكن لا تنتهي بالأرض أنا لا أعتقد أنه الله لما خلق آدم كان قصده أنه بس يملكه على الأرض أنا بعتقد بأنه الله عنده مشاريع كتير بعد لأنه الله خالق ولا ربما بالأبدية مش رح نقعد كل الوقت ناكل سمك ونشرب نبيض مع يسوع ونازف على القصارة ونرنم ونسبح بعتقد بأنه الله عنده كتير مشاريع بعض ولا ربما يملكك لألك على شي كوكب كيف نمائك رميا في الرميا مسؤولة عن كوكب فارس مسؤول عن السعودية نسلمك السعودية لك فلين عم بحكي على أنت عم تضحكوا بس بس لربما الله بمشروعه بالخليقة يكون عم بيوسع كتير بعد لأنه الهدف شو؟ امتداد شو يعني الملكوت؟ يعني الملك يعني المملكة شو بكم؟ ايه ولا لا؟ طيب فكر معي بليز يا أحبة إذن لما خلقك على صورته ومثاله خلقك لعدة أسباب خلقك بالأول لتكون أنت بالحقيقة تصير كواحد منهم لكن أيضا خلقك من أجل أنك تملك معه وأنك تكون وريس لأله وأنك أيضا تكون عم تساعده في هذا الملكوت معي؟ إذن كل أهداف الله للبشر هي أهداف عليا وإجا آدم قال له خوض الأرض كلها لأيك أنا وياك كيف نفكر وليك الخطيئة كيف تبلش كل الأرض لألك كل شيء لألك كل المخلوقات لألك عمور سمي عمور لبدك أنت ليه هذا العالم انموا اكسروا تسلطوا املأوا الأرض املأوا البحار اعملوا لبدكم هذه الأرض لألك ولا نسلك من بعدك اتسلط على كل سمك البحر اتسلط على كل طيور السماء سلط على كل دواب عيش على هذه الأرض عيش وهذه لألك وتكاثر وأنت الموت مش رح يعرفك بعد ها؟ لكن في حال انت قد قررت بأنك تعصيني لأنه معرفة الخير والشر هي العصيان هي أنك تقرر بأنه أنا بقرر مش الله اللي بقرر النهار اللي انت بتقرر بأنه انت اللي بتقرر عراف بأنه هناك بداية السقوط أنا اللي بقرر مش الله اللي بقرر أنا اللي بقرر أنا قررت قررت أنه هاي منيحة الله قال مش منيحة بس أنا بقول هي منيحة مين قال أنه مش منيحة أنا بقرر أنه هاي منيحة أنا بقرر هاي مش منيحة أنا بشوف هيك أنا ما بشوف هيك ونهار اللي انت بتبلش تشوف نهار اللي انت بتبلش تقرر اعراف بانه هي بداية السقوط ما اسمعوني يا حبة اذا بتراجح حياتك ما بعرف ادي صار لك عيش هون على الارض رح تكتشف بانه كل المرات اللي انت قررت فيها الاشياء كانت بالحقيقة عم بتفوتك بالحيط كم واحد بقول انا ليش انت طلقت لانه قررت انه هيمش مني حلال ما اعود او حتى با بدي اخذلك على عرارات كبيرة اخذلك حتى على عرارات صغيرة عرارات اللي هي فلان بتحبه ليش ما بتحبه ليش فلان بتغفره ليش ما بتخفر ليش هديك بتتعاطى معه ليه ما بتتعاطى معه هذي القرارات تخذها نتيجة مشاعر نتيجة امور بحياتك نتيجة افكار لكن هل هي منسجمة مع شو الله بيقرر وانهار اللي انا وياك منبلج نقول له يا رب انت اللي بتقرر اذا انا وانت رح بلغي كل مشاعري وحول مشاعري لحتى اللي تصير تتلقم مع قرارات الله حدا مسمى علي اليوم حدا فيمشي يعني بمعنى اشاء الله قال له لآدم كل الارض لقلك كل التفحات لقلك كل المانجو كل الاناناس بدك ايه كل بدك كل الخوريف كل العنزات كل البقر كل هدو للك عمول بدك ايه انما اكسر تسلط نيح لكن مدق بالقرارات سمعني وجاءت الحية اللي كي تغوي حوى وبلشت الاغواء تبع حوى بينه تقل له هل حقا الله قال لك انه ما فيك تاكل من شجر الجنة اقل لا الله بلش يقلي بانهم بلا فيك تاكل مع هذا هذه الشجرة سمعني لك اصلا كيف كيف الطريقة اللي بيجي فيها الشيطان لحياة الانسان بيجي الشيطان لحياة الانسان بانه يضخم المشكلة هذه المشكلة مش هل قد كبيرة بس عادة انت لما تقعد بتسليها براسك بتصير كتير كبيرة تفكر فيها ما هي القصة هي منها كتير قصة عظيمة لذا انت تقعد بوب 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 بتعرفوا المكوية نفس المكوية بتعرفوها المكوية لما انت طالع مين بيعرف قصة المكوية معظمكم مين بيعرف قصة المكوية 99% ما بيعرف خبركم قصة المكوية هذا شاب صغير طلبت أمه منه نزال جبل المكوية من عند الجيران لانه من المكوية تبعيتنا احترقت مبارح هذا الشاب بيتهم بالرابع جيران هو فوق تحت بالأرض قال هلا اطلع يا الله لعندي الجارة هلا بات قل لي الجارة ويقل عليكم انت والأهلك روحوا روحوا جيبوا شو مكوية ونقبروا جيبوا لكم شو مكوية شوال عالم انتوا هلا ستوصل على الأول سأقول لك هلا بدأت قل لي هاديك المرة عطيتكم الطنجرة ورجعتوا لي ماخدوشي وما رح عطيكم بقى هل مكوية روحوا ما بدأ هاديك المكوية سأقول هلا بدأت تفتح للبيب الجارة وطلع فيي هاك ونفوق لتحت وتقلي مكوية إذا معكم ساعة إذا ما بترجعوها بدي احد ها بيفكر هلا بدأت تقلي المكوية وبدأت المكوية فتحت لبيب الجارة قال لك احد هاك 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 تعرف معظم أفكار نحن هاك مثل المكوية قاعد أنت لانهار شغلة كتير بسيطة ما بدأ شي تلع قال وقط لجار بد المكوية وفجأة صرت قصة أنه أنت تسلي أصص براسك وهذا الأصص براسك تحولت لخبار وخبار 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 يمكن مبنية على أحداث يمكن مبنية على تصرفات يمكن مبنية على أصص بحياتك أنه لا تعرف ما أحب إذا رب علمك أنك تنسى وتخفر عليك أنك تنسى وتخفر ما الغرض هل حقنا الله قال هك طيب بعدين لك قال ولم قال فعلا الله لا الله لا قال لا تأكلوا لا تعرف خير والشر بالحقيقة الله يقول لأنه خيفين أنه فقط تأكلوا مننا ستصير مثله تعرفوا الخير والشر نسمعني أحب قال هك قال وآدم حوى نظرت إلى السمرة ورأت قول معي ورأت أنها جميلة المنظر وراحظ خلي نقري مع بعض لأنه فعلا مصير لنفرجك شيء مهم ورأت قول معي رأت قال وحدك رأت بعض مرة قول رأت لاحظ قال وعندما وعندما شهدت المرأة لقى ستة من الصاح ثلاثة من تكوين أن الشجرة لذيذة للمأكل وشهية للعيون ومصيرة للنظر قطفت من سمرها وأكلت شهية لذيذة للمأكل شهية للعيون ومصيرة للنظر ثلاثة قصص شهية للمأكل للعيون ومصيرة للنظر هل تعرف إبليس عم يشتغل على هيدول دائما لا أسمعني أسمعني أحبة أنت ملاحظ فيرس بأن الإيمان لا يأتي بالنظر الإيمان يأتي بالسماع لا أسمعني الذي يأتي بالنظر هو الغوية نحن حتى نشوف العجيب واو بس تعرف لا يتأمن لأن الذي يأتي بالإيمان هو السماع الإيمان يأتي بالسماع لا يأتي بالنظر لا يأتي بأنك تشوف أشية ليس لازم تشوف أشية لتأمن لازم تسمع أشية لتأمن ومش نهيك بشكل من الأشكال الله يقول لك الشيء الوحيد الذي يجعلك تتغير هي أنك تقعد معه وتسمع صوته ليس أنك تشوف أشية بحياتك لتتغير لأنه لما بتشوف الأشية إبليس عم يشتغل على كل الأشية لتشوفها حتى لتدمر إيمانك مش حتى لتبني إيمانك بده إياك تشوف مثل ما هو بيشوف ومش إياك عم يعمل لك كل الدكور لحتى لتشوف مثل ما هو بيشوف وبيحط لك كل اللاعبين بالدكور حتى وبيزبط لك كل شي حتى لتصير تاخد قرارات مبنية على شو بتشوف مش مبنية على شو عم تسمع من الراب وإذا أنت أصلاً ما بتقعد مع الراب كل قراراتك رح تكون مبنية على شو بتشوف نجد نرجع بقى تاني القضيتنا هو بعد ما فتح لك الباب وشتمك طيب إذ الله خلق آدم خلق وليملك على الأرض صح مظبوط طيب إذن كل مرة أنا وأنت عم نسلك بالعصيان عم نسلم الملك على حياتنا لأبليس رحل لك شي بعد إجا يسوع آدم الثاني بعد حدا فهم شي حدا أنا يفهم شي علي لأنه بدي أخذك بعد على الصراع الحقيقي الصراع الحقيقي حلب رحل ما يقول لك شلي حلب هلا عزان بترك حلب ما أنت عايش بخوية حبيبيت قلبنا بحلب ما تزعلوا مني ما أبق ما أقصد دقيق حدا من حال بس تعرف نحن 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 صلي صلوات كبيرة ونفتح معارك بليس عم ضحك علينا عملنا كل لنشوف مثل ما هو بيشوف بس بالحقيقة أسمعني أنت ما رح تقدر تشوف شو الله بيشوف قبل ما تسمع لأن الإيمان لا يأتي بالنظر الإيمان يأتي بالسماع والسماع 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 تعرف لما لما انكتبت هذه الكلمة في الكتاب المقدس الإيمان يأتي بالسماع والسماع بكلمة الله بالحقيقة كلمة ما في فاصلة هون ما في فواصل ازادوا الكاتبين على الكتاب المقدس زادوا الفاصلة بالحقيقة عندما ترغب على المخطوطة الأصلية لا يوجد فواصل في الإيمان يأتي بالسماء والسماء 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 يظل عليك تسمع تسمع هذا اليوم يريد سألك ماهو تسمعه و ماهو تراهه من هناك يأتيوا قرارات حياتك تأخذ قرارات بأسس كثيرة إلى دخلي بشو سمعت وشو شفت سفر شغل بيت حياة نسمعوني أحبة الله خلق آدم من جديد بعد ثلاث دقائق ونذهب لكاس الخبز الله خلق آدم حتى يملك على الأرض معي طيب إذن مشروع الله كتير كبير صح يعني مشروع الله بيشمل كل احتياجات الناس صح يعني الله لما خلق لك جسدك ما خلق لك جسدك وخلق معهم بطاريات صح قال لك أنت ما بتعيش على البطاريات أنت بتعيش على الأكل والشرب هذا الجسد بيأكل وبيشرب ومش بس هيك الخلق كل شيء من أجلنا لكي نتمتع يعني الله حتى يفكر بأنه يمتعك مش بس أنه يعني أنت مش بس اتمتع تعال شو هالمتعة كلك هك متعة متعة أنك مزبوط شو بكم صحي ولا أنا الوحيد بتمتع ولا شو حدا مثلي بيتمتع كل إلكم تكارلوا انت ينا بيأكل ومش بتمتع شو واحد بيأكل بيتمتع متعة متعة شو واحد منكم بيروح بشوف الغروب مش متعة مش مش شوف لولاد شو متعة متعة صح الخلق كل شيء من أجلك يعني أنت سبب الخليقة ما أسمعوني ما أسمعوني إذا ما في زوي ما في كل الإشيه اللي طبع زوي لما صار في زوي أنا بيحكي عن بنتي صار في الإشيه تلك هيدول كل يأذن لأنه في زوي هيدول من أجل زوي لتتبتع وبتعرف الله خلق آدم بالهيئة كل الإشيه التانية خلقت من أجل متعة آدم ومن أجل أن يملك آدم معه ومن أجل أن يعيش معه إلى الأبد ومن أجل أن يمتد الملكوت لأنه الصراح هو ليس أنك تدفع فوتيرك الصراح هي أنه يمتد ملكوت الرب ما بليش شغلك بالفوتير شغلك بالأقصاد شغلك بالمعيشة ليش هيك صارت طيب إجعي يسوع انتصر آدم الثاني انتصر على أبليس أخذ منه مفتاح الهاوية مفتاح الموت هم سمعوني؟ ما هم سمعوني؟ أخذ منه مفتاح الهاوية وأشهر به جهارا وبهدله مشيك؟ نعم وأجل قال أنت فيما بعد ما عندك سلطان على الهاوية أنت مش بتقرر شو بك تعمل بين نفس البشر هي بين إيدين الرب أنت صرت مجرد من أي سلطة إبليس سلطة اللي أعطاك إيها آدم أنا اليوم بسترجعها كآدم الثاني وأنا اليوم جيرت لك الواحد يولد من جديد وفجأة اليوم أنت بصفتك آدم الثاني ولدت ولادي جديدة لولدت مش على صورة آدم الأول إنما ولدت على صورة آدم الثاني اللي هو يسوع المسيح اللي انتصر على الأهواء وانتصر على الشهوات وتجرب بكل شيء مثلنا لكنه من دون خطيئة وانتصر على إبليس وأعطاك سلطان اليوم لك شو قال هلأ أنت كان في الله آدم الملائكة وفجأة إجا إبليس سرق مكان آدم صار في الله إبليس الملائكة آدم وأجا الرب إجا قال لحظة 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 اليوم أنا عم شيل آدم وحطه وأجلسنا معه في السماويات فوق كل رياسة وكل سلطان بقيامة يسوع ولما عمل هيك يسوع لما أجلسنا معه فوق كل سيادة وكل سلطان بالحقيقة صار فينا نحن نطلع على إبليس وأنه ليس بنتهي لك رب أنا بنتهي لك اليوم باسم يسوع لكن اسمعني يا حبة نهار اللي أنا برجع أغوة قال رأت إنه لذيذي اللي المأكل شهية للعيون رأت أكلت آدم مرأة شهية للعيون شهية للعيون شهية للعيون شهية للنظر شك؟ قال أكلت وأعطت آدم وأكل آدم مشارع يا حبيبي آدم وأعطت رجلها هي شو بتحطله قدام وبيأكل هالمعطر تعرف بشيين بهدول الكلمتين بشيين شي الأولاني بإنه حوة قررت إنه نحن منقرر مش الله بيقرر وآدم قرر بإنه مش أنا الرأس وما فيني أقول شي بقى اتنينيتهم بيفوتوا العالم بالحيط آدم قرر إنه معلي معنه أنا بحطك أنت رأس المرأة أنت الناس كلها تعرف صراع اليوم العالم كله تعرف ليش في صراع اليوم بالعالم كله تعرف ليش العيال عم تتدمر تعرف ليش المجتمعات عم تتدمر لأنه ما حدا نقبلين بالترتيب اللي الله حكته في هذا العالم ما قبلنين ما بدنا ضلك وعز من هلق لبكرة ما بد خليك فيت بالهاية لكين لأن الترتبات الإلهية هي من أجل سعادة وخير البشر ومن أجلك يا ترين أنت تمتع دعني أقول يا مترو أحسن مترو 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 السريع مترو أنفق أنا وأنت يا أحبة إذ نفهم مع بعض سر الخليقة رح نقدر نفهم مع بعض الصراع اللي عنا مع الجسد لأن الله راد الجمعة رأي حكي عنه بس ما باع عندي وقت لأنه بدي فوت على الأسس الثانية بس طولنا بهذه السلسلة بس شعر بقلبي بأنه الرابع يعمل شي في حياتنا نهار اللي أنا برجع بملكه على حياتي تكون عم بسلك بالروح عم بسلك بصفات آدم الثاني لأنا بسمع صوته وعندي شركة معه وبسلك بحسب شو بقودني مش حسب شو بشوف ولا حسب شو بسمع هذا بقول مع أمين اليوم خانوا وفع بعض خانوا بحسب لن تفعب رابع نفع خليك مرفوع يا حبوة بلش بلش انت ورفع ايديك بلش يساعدني ساعدني يساعدني يساعدني اليوم أني افهم مقاصدك قبل ما اروح معكم لكسر الخبز بديك هلأ تحط يدك على قلبك يساعدني قلب يشعر بقلبك لك قلبي عليل قلبي سقيم بسبب الظروف بسبب الأشياء اللي بشوفها بسبب الضغوطات اللي بتعرض لقلها بسبب المشاكل اللي بتعيشها بسبب الناس يمكن بسبب الأحداث بسبب الأهواء والشهوات يمكن أنت حسي بالوحدة يمكن أنت شاعر بالقلق يمكن شاعر بأسس بسبب إذا بتطلع شو اللي صار تطلع بحياتك تلق أنت قررت أنه هي منيحة لقلي أنت قررت أنه هي منيحة لقلك أنت قررت هيك وشفت الأصص اللي عملتها بالحقيقة وصلتك إلى بواب مسدودة وصلتك إلى الموت يقول لك تم قدسك تأكل من معرفة الخير والشار موتاً تموت جسدك بش معمول أن يموت نفسك بش معمول أن تكون محبطة مكتئبة قال إن الفرح بخلي الجسد يرجع يعيش لك شو قال كثير مدس قال يجدد كالنسر شبابك يروي عظامك فتصبح كجنة مروية اليوم هيك اليوم قال لي يا رب املقني من جديد بفرحك مش فرح الأشياء فرحك إلك سيدي هاللويا أنت وريد في عيادة أمام الرب قال له سيدي وريد أنه تغير لأشبه يسوع بعد بدل كتير يا رب لأشبه يسوع بالحنان باللطف بالغفران بالوذاعة بالعلاقة مع الآب بالفرح قال انسكبت عليه مسحة الفرح رفعي ذلك قال لي رب أرجوك سيدي اليوم وريد أن أحب البر وأبغض الاثم لأجل ذلك تسكب على حياتي زيت الفرح مسحة الفرح مسحة الفرح فرح مش جاية من من أي شيء بلش علون هيك كل واحد الفائد هيك قال لي رب أشكرك لأني أملك معك في هذه الحياة وذلك اليوم مشكرك لأنه كل احتياجاتي مسددة علون هيك علون بالإيمان كل واحد علون بأنه لن يكون هناك حاجة لمتقيق يا رب كل احتياجاتي مسددة أنت مثل ما تطعم الطيور أنت مثل ما تشبع الجياع مثل ما تفتح يدك فتشبع كل شخص حي يا رب أنت اليوم تشبع حياتي كل فواتيري مسكرة أنت بتعرف يا رب كل الإحتياجات اللي عندي إياها أنت تعرف كل الفواتير اللي عندي إياها أنت بتعرف يا رب كل الأسس اللي بقطع فيها في هذه الحياة وذلك يا رب اليوم كآدم أملك في هذا العالم أملك في هذا العالم أملك في هذا العالم ارفع إذاك يا رب أشكرك لأنه كآدم اليوم الثاني أملك في هذا العالم أملك 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 نعم نعم ليأتي ملكوتك يا رب في حياتي فايدك يا حب أصلي معي إذا أنت مصدق بالشيء اللي عمل لك إيه لأنه نهار اللي أنت بتبلش تعمل السويتش نهار اللي أنت بتبلش تغير بحياتك رح تبلش تشوف التغيير عمليا عم بصير حتى على الأرض بحياتك المدية بحياتك النفسية بحياتك بين الناس فرحك رح بزيد نهار اللي بتبلش تعيش بالسماع لكلمة الله نهار اللي بتبلش تعيش بعلاقة وشركة معه مثل ما خلقت أصلاً لتكون هاللويا 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 شكور الرب معي أحب هاللويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر